السلام عليكم و مرحبا بكم معي في فيديو جديد ان شاء الله تكون الامر لكم بخير و على خير ان شاء الله بإذن الله مني فلوغ شاركت معكم على الخريجة مشيت باش نشوف كيما كتعرفوا العيدة على الأبواب شريت الملابس التقليدية للابن ديالي و بغيت نساريكم معي واحد شوية هنه كيما كتشوفو احنا خرجين هادي مدينة ديالصفره غاديمشوا ان شاء الله مدينة ديالفاس غاديمشوا للمدينة القديمة باش نشوفوا الأجواء ديالعيد ونشوفوا المالة باستقليدية المغربية كيما كتعرفوا الأجواء ديالعيد كتكون صبح الله فيها البهجة والفرحة فبغيت نشارك معكم كيما قد لكم وميني فلوك صغير خليكم معي وفرجة ممتعة هنه بالضبط كنكونوا بدينا دخلي دخلي ديالفاس هادا اللي صورت لكم الملعب الكبير اللي كلين في الفريق ديالفاس هاد الدخلة هدي جات من مدينة ديالصفره يعني يجينا دخلين مجيهة ديالصفره كيما كتشوفو صانو الفاس وده بغاديمشوا لمدينة القديمة كيما اخذ لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ودخلين باب الرصيف هاد الموطع هاد يقول له الرصيف وكما كتشوفو مدن المغربية كمين كيكون عندهم مزاف ديالبيبان وكيكون عندهم مزاف ديالاسماء في حال هنا انا اللي يعرفة كين باب الرصيف و باب الفتوح و باب المقام وقيلة و باب وجلد مهمة اللي حفظهم وهنا هاد الموطع هاد يقول له النحاسين هنا كين صناعة تقليدية كيعدلوا البرارات واني كيعملوا مرشاة ديال المظهر والموارد كيعملوا مهم بزاف ديال الحاجات كيعملوا ترييات كيجوا بالنحاس كيجوا من در ديالهم رائع ومهم كين بزاف الحاجات كيما كتشوفو احنا صناعة تقليدية في المغرب عنا يعني في كل شي كين قناة دار جلالب كين الحاجات ديال النحاس كين مهم تبرق الله مجود الخير هنا كيما كتشوفو قفنا عند واحد المحال باشينا قاندوره و جلالبه وبلغه ما قدرتين سوالكم جميع الحاجات انا خليكم بعض المقتطافات ولكن كيما كتشوفو كتكون دنيا عمرا كيكونوا الناس فما كان قدرتين شو برد تليفون ونقشها برد كاميرا فبغيت نعطيكم ويحن نبدأ لأجواء العيد وصبارك الله هاد العام كنحسم العام نفات مكنشي الجو العيد مكنشي تحاجة ولكن هاد العام تبرق الله الناس كوش يخرج كيت سخار لأي الفرحانين وهدي الفرحة الصراحة والحمد لله الله يدي معنا يا ربي ان شاء الله بإذننا وانتما كتسروا معي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن بعد ما سالينا الشو بينج كيف حالك يقولوا ده براجعين في حالنا هنا يصور لكم بورش فاس او للمول دي المدينة دي الفاس او لبعض المقططفات او لبعض اللقطات ساروا معي وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت تعلمت فيها بزر الحاجات شفت بزر دي العادات اخرين تقاليد اخرين وسبح الله المغرب كامل متعدد تقاليد والعادات واللهجات فيه بزر دي الحاجات اللي كي خلينا الحمد لله دايما نحس صباح الفاخر وكتحس دايما بالتجديد فيها سبحان الله العادي وصافي غادي نرجع بحانه ان شاء الله اطريق صور لكم غير بعض اللقاطات حت اطريق ما بين فاس وصفره كاملة تباك الله اشجر زيتون وتباك الله الدنيا وخدرة كنقول لكم شكرا بزاف على الفرجات اتمنى ان شاء الله نكون في وجه تأليكم شوية كما قلت لكم هو ميني بلوك غادي نقول لكم ده في النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاقوا ان شاء الله مع فيديو جديد وافكار جديدة ومسلام عليكم اشترك اذا كنت اول مرة تزور القناة وعجبك الفيديو لا تنساش تعمل لايك اعجاب وكذلك سبسكرايب اشتراك واضغط على زر الجرس كي يوصلك كل جديد ومرحبا بكم معي في قناة خولة ام قصي نشارك تجارب وافكار ونصائح وشكرا لكم موسيقى موسيقى موسيقى